أشهدت جريدة Financial Times البريطانية بالخطوة الجريئة والإنسانية للقيادة السياسية المصرية باستقبال مصابي غزة ورصدت الصحيفة بهتمام كبير دخول أول مجموعة من الجرحة والمصابين من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج عبر ميناء رفح البرية وهي المرة الأولى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وعرضت الصحيفة البريطانية صورا للعابرين من بوابة رفح المصرية قادمين من أثون القتال دائر في قطاع غزة ماضحة أن ذلك يتم بفضل الجهد النشط الذي قامت به القيادة السياسية المصرية خلال الساعات الماضية لتأمين إدخال المساعدات لسكان غزة والتخفيف من ألام المصابين منهم